الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد الاسم محمد حسن طا مختار من منطقة الحمدابة الجديدة مزارع بمشروع الحمدابة الجديدة الغري 2 أولا طلعنا في الشارع من أجل زيادة تعريفة الكهرباء لأنه محتمدين احتمال كامل على الزراعة في مشروعنا والزراعة هي الأساس في السودان عامته لا طلعنا من أجل سياسة لا طلعنا من أجل تغيير حكم لا طلعنا من أجل قلب حكم طلعنا من أجل مطلب واحد اللي هو الكهرباء الكهرباء زادت علينا طلعنا الشارع زدونا القمح ما قلنا شي زادوا الدقيق ما قلنا حاجة زادوا أي حاجة ما تكلمنا أما الكهرباء دي جات في الرقبة الكهرباء يقول أساسا يهل بنمرك مننا غوتنا بنمرك مننا قمحنا بنمرك مننا بصلنا بنمرك مننا أي حاجة بنعمل فيها المصانع بتنتج لنا الكهرباء زالت والبصصص حزيت الكبريد حزيت الحاجة الثانية نبهنا تنبيه كامل لأي بتاح شاحنة جاينا من حلفة من ضنقلة من مصر من الدبة من قشابي من التبريد شاحن أي كان هو النوع الشاحن ما يجمار يقف لنا عندها لو ويرتاح ويأخذ راحة أو يجينا هنا في الترس يشارك معان لنمره واحد الحاجة الثانية بتاع البصصص السياحية مسموح لهن يمر لأسباب كثيرة فيه أهل شافع فيه أهل أم العيانة فيه أهل حاجة التعبان فيه أهل لبو الماشي تعالي لأنه ما بيقدر يدفع حق الإسعاف دا يمشي بالسياح دا متطلب يمشيه استزنين العربات الصغيرة برضو لأنه برضو فيه أهل التعبان وفيه أهل العيان وفيه أهل داخليين هين دينا اللي بيمشوا لين أما ناس البطاطس ناس الطماطم وناس البصل أدينوهنهم مبارح الليلة لو جوا نرجعهم أو ما يجونتها نهائيا إلا المطالة الحقا ناس أي حاجة أي حاجة طالع من الولايات الشمالية ما يشي الخرطوم ما فيه موات التوينية ما فيه مأقولات ما فيه خضروات ما فيه جاينا من الخرطوم حباب آلف تخش جاينا دقيق من الخرطوم بيخش حد الشمالية نشوفوا المنفسة حقه حد الشمالية ماشي قدام من حلفة ما يمشي يجينا إبل ما يمشي يرجع يجينا بهايم ترجع باحتباره صادي يجينا سمسم يرجع باحتباره صادي يجينا مصري فاضي برضو يرجع يرجع هنا قبله معانا تمام جانا دقيق يخش جانا سكر يخش جانا أي موات التوينية بمشتغات البترول تخش لنا جوه أنا محتاج له ما عندنا مشكل عربية من الولايات الشمالية طالعة فاضية ما فيها غير الإزبير حقها تمرك تمشي ما بنمسك يمكن ما يشتشح لنا حية تجيبها لنا كمان نستفيد منا الحية التاني والرسالة الأخير لجميع المحتضمين أو المطلبين الناس الجايين متضررين بسبب الكهرباء الهدوء ويزول التزم بس في مكان ويكون التعامل مع الناس الجايين بيزوك وبيحترام بيكله تغدير لأنه في النهاية أخوك لو ما من الشمالية من بره برضو أخوك لو من الشمالية هو ابن عمك أخوك اتعامل معه وبيرغي لأنه يتعامل معه بيرغي براه وبييرجع وبيحس بيقضيه لا دائرين تنهير لا دائرين إثاءة لا دائرين قلة أدب يقول لا بعيدين منه ولا دائرين تدخل في السياسة وشكرا جزيلا وجزاكم الله ألف خير